يعني الامور اللي بتبين اه بنحكي مع اه عنها مو شرط اه يعني انا احكي مسلا اه عن السفر والصحة والشق لا الامور اللي كتير عم تبين بالورق عم بنحاول نحكي عنها. لانه عم تحكولي انه مسلا احكي عن السفر احكي عن كزا. مهو اذا ما بين السفر في الورق انا شو بدي اعمل. عم بشوف ورق ايجابي. نوعا ما لبرج الحمل على الاقل يعني افضل من الشهر الماضي. سيئ لي ونهاية سعيدة لهذا الشهر. ازا اه خليني احكي الطاقات اللي ممكن تمر معاك هاي الشهر في طاقات اه نارية على الاغلب زيك حبيبي. اه في في برج السرطان. اكتر شي عم يبين. ابراج مائية ابراج هوائية. فعم بتكون يا برج الحمل هاي الفترة. اه معلق موضوع معين. او متعلق في شخص عم بتراقبه. او هو عم براقبك. دائما لما نحكي عن العاطفة بيكون اه ممكن يكون القراءة عكسية زي ما بنعرف. فعم يكون في شخص عم براقبك او انت عم بتراقبه. او الاثنين ممكن يكونوا مع بعض. ولكن في تعلق اه شديد. اه من عندك ناحيته او من ناحيته لعندك اه عم بيكون في تعلق كتير. عم بيكون في اه مراقبة. اه ولكن ما عم بشوف اه يعني ما عم بشوفك اه تاخد خطوة يا برج الحمل. عم بتكون اه من بعيد لابعيد عم بتراقب اه بتخبي حالك يمكن من الطرف التاني. اه او انه بتخبي مشاعرك. اه عندك اه طاقة مثل عم بتخبي امورك بشكل عام. اه عم بتغلب حالك بشوية غموض يمكن عشان تثير غيرت او اه غضب الطرف الاخر. عم بشوف شوية مناكفات. شوية اه يعني امور اه خلينا نقول. اه شوية زعل عم ينتهي. عم اه تفتحه صبحة جديدة. اه ولكن عم بشوفك شوي عندك طاقة اوهام هاي الفترة. عم بتكون محبوس فيها افكار. عم بتروح وتيجي في في بالك. ما عم تقدر تخلص من هاي الطاقة لمنتصب الشهر تقريبا. اه بتضلك اه امور. عم نضخم الامور يا برج الحمل انتبه. او تكبرها ممكن من اقل مشكلة تعمل مشكلة كبيرة. فلا بدنا نكون اه شوي اه رزينين شوي اه نتحمل يعني تحملنا كتير. برج الحمل تحمل كتير. فبالعكس شايفي في عنده بداية جديدة. شايفي دها اكتر على صعيد العمل. ممكن تكون اما اه زيادة في في المادة في 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 تغييرات في مكانك انت ممكن يتغير مكانك في الشغل من من قسم لقسم ممكن افضل منه. اه فيه علوشة نوعا ما بالوراء. في عندك عجلة الحظ ماشية هاي الفترة. لازم تستغله يا برج الحمل. يعني هاي الطاقة لازم تطلع منها هاي الطاقة علشان تستغل اه الفرصة هاي اللي عم بقولك عنها. فرصة حلوة كتير ممكن تكون للعاطلين عن العمل ممكن تكون فرصة عمل جديدة. اه فعم بشوف الحظ بالعمل عم بوقف معاك. اه عم بتحاول كنت الك فترة اول الشهر خلينا نقول. نعلق موضوع ولكن شايفتك في بعد منتصف الشهر عم اه انا سحبت هذا الوراء لمنتصف الشهر الاول او اول اسبوعين بشكل عام طبعا رح ننزل كمان اه توقعات. وهذا للنصف الاخر. فشايفك في النصف الثاني عم لأ بتحاول توازن بين الامور بتحاول اه هذا الامر اللي كنت معلقه رح تاخد فيه قرار اه قرار نهائي خلينا نقول. اه رح من بعد المراقبة من بعد تخباية الامور الغموض عم بشوفك اه لأ قادر انك تخطو خطوة جديدة اه كنت معلقها الك فترة ان كان على صعيد العمل مشروع بدك تفتحه او كزا اه شايفيتك عم بتاخد هاي الخطوة. ولكن احذر في شوية غيوم في امور لازم تدرس الموضوع قبل ما تاخد هاي الخطوة. وممكن يكون على على عمل هذا الموضوع. اه ممكن يكون اصدي على العاطفة. ممكن اه اشوفك عم تاخد اه خطوة او القراءة ممكن تكون عكسية زي ما انتم عارفين. الطرف الاخر ياخد هاي الخطوة. لكن شايفي خطوة جديدة بداية جديدة. اه عم تنتهي بسعادة. عم تنتهي هذا الشهر وانت محقق شي معين. اه عم بشوف اه على الاغلب عاطفي عم وفي عندنا بالعمل شغلات حلوة فعم بشوف اه في على العاطفة تحقيق توازن بين العمل والعاطفة. شايفي كمان في هادا الكرت ممكن يكون شوية اه اوجاع شوية اه ممكن تمر بأزمة صحية اللي هي خفيفة سطحية. ممكن احد اه افراد العائلة يكون عم بيعاني من من موضوعه وعم عم بيصير على هذا الموضوع على خير عم تتحسن صحته. اه بشكل عام ازا ورق حلو لبرج الحمل. في اخبار حلوة كتير اه ممكن تسمعها عن الشخص نفسه اللي قلنا عنه. شايفي بشكل عام في مصالحة في مصالحة حتى مش بالعاطفة كمان بالعمل رح تتحسن الامور. اه في شخص بالعمل كان مدايقك كتير ممكن يكون هادا مسؤول او اعلى شوي كان مدايقك كان اه زي ما يقولوا حاطة احتاطك يعني او هيك شي فعم بشوف الامور عم بتروء شوي شوي اه وتسير معاك عجلة الحظ. وممكن يكون هادا الكارت كارما رح ترجع لك حقك في العمل اه انسان اللي قلتلك عنه انه كان كتير اه يعني مدايق عليك كان مراقبك اه بالعمل ممكن هادا الشخص انه ياخد جزاؤه هادا الشهر. اما يستقيل اما يروح لمكان تاني اما انه اه ينظلم زي ما ظلمك. اه شايفة هون في اخبار حلوة ممكن تكون من الخارج. ممكن تكون عم تتراسل مع حبيب من الخارج او عم تتراسل على شغل فشايفة امور طيبة يعني اخبار حلوة ممكن تيجي على شغل من خارج بلدك او من خارج البلد المكان اللي انت فيه. عم بشوف في اخبار توصلك لكن ما في اه سفر بهاي الفترة ما في اه يعني انك تطلع ولكن في اوراق في اجراءات في اه امور عم تسمعها من خارج البلد للناس اللي عم يستنوا اه فرصة او عم بيراسلوا عشان اه شغل خارج البلد. عم بشوف زي ما قلت لك سعادة اه نهاية هذا الشهر ان شاء الله يعني رح تكون راضين او عن ما في شوية تحديات عم بتمر فيها ولكن في النهاية عم بتكون زي ما قلت لك عجلة الحص تحتيها ورقة السعادة والآ فممكن تكون كمان على صعيد العاطفة. ممكن رجوع لشخص عزيز على قلبك. هذا بشكل عام. نشوف للعاطفة اللي عم بسألوا عن العاطفة. وراح ننزل ان شاء الله توقعات لازا قدرنا لكل اسبوعين. احنا اساسا كل اسبوعين عم ننزل آآ توقعات فازا قدرنا نكتر كمان. شو حكايتك يا برج الحمل? دايما في ناس عم تطلع عليك. دايما محسود. دايما العين عليك. هذا نفس الكرتل يزال عابل شوي. بما انه فتحين على العاطفة. فعم بشوفك شوي عم تستنى اول شهر. آآ زي ما قلت لك في طاقة اوهام. في اخبار عم توصلك غلط. في آآ شوف انت حابس بحالك بسجن انت اللي حابس حالك فيه. مش مش حدا اللي عامله. يعني مش الواقع افضل مما انت عم بتفكر فيه. عم بتفكر بالتشاؤمية نوعا ما عم بشوفك. آآ ولكن سرعان ما شوي تتغير الامور. آآ في عندك اوهام ناحية الشريك. ولكن شايف فيه امنية على صعيد العاطفة ممكن تتحقق. بالنسبة طبعا للكل للعزاب للمرتبطين للمنفصلين. شايف انه الحبيب عم يتطلع لك وكأنك انت امنيته او انت شغل شغلة صعبة يمكن توصلها. يمكن انت تعمدت انه تبعد او تبعد عن عن الشريك. آآ حتى لو كنتوا على علاقة او على زواج عم بيكون آآ قبل فترة كان فيه فتور كان فيه الطرف ثالث. لكن بشوف في نهاية الطرف ثالث هاي الشهر. عم بشوف في نهاية الطرف ثالث لانه ما عم بيبين عنا في في بقية الاوراق. بس هون عم بيبين انه آآ آآ في في شخص عم بيحاول يخرب بناتكم عم بيحاول يوصل اخبار غلط عم آآ بيكون ضد هاي العلاقة انا شايفته. ولكن رح تكون كتير حاسم. القراءات العاطفية دائما ممكن تكون عكسية لانه عامل القراءة. آآ انت رح تكون حاسم جدا من ناحية هذا الموضوع رح آآ يعني بتاخد قرار خلينا نقول اما ايه اما لا بس انا شايفي انه ايه لانه شايفي في اقبال من الطرفين على بعد. شايفي فيه امنية عم تتحقق. في شخص عم ينتظرك. ومخبي لك آآ مخبي لك عرض مخبي لك آآ مخبي لك آآ شايفي الحبيب او الشريك عم آآ بيفكر بجدية بموضوعكم او آآ عم بيفكر فعلا بعيله واولاد. يمكن عم يجمع فلوس لهذا الموضوع. شايفيته مقبل. شايفي في آآ في احتمالية كبيرة يكون في رجوع لهذا الشهر للمنفصلين من آآ من برج الحمل آآ شايفي بالنسبة للعزاب. في معجب عم بتطلع عليهم من بعيد. ممكن يكون برج ناري. او هوائي. هذا الشخص آآ يمكن قلو فترة وانتو ما عم تعطوه فرصة. لكن هو يعني في مكانه عم يستنى اما اشارة منك اما يعني هو جخصيته شوي آآ عم بيكون جامد آآ مش حابب انه يعني آآ انه يفتح معاك الموضوع وانت آآ تنكسه هو مش عارف حالتك العاطفية عندك حدا ما عندك حدا عم بيشك بهذا الموضوع. ازا كنتوا على زواج شايفي انه واحد من الاولاد آآ رح يفرح لك قلبك او فرح لك قلبك فعلا الشهر الماضي او الشهر هذا آآ شهر هذا خاصة في نهايته. في واحد من الاولاد عم يفرح لكم للمتزوجين. شافي فرصة حمل لنساء برج الحمل. في انتظار من من شخص مقابل عم براقب عم بستنى آآ لكن شايفي في في اقبال من الطرفين لكن خطوة حقيقية شايفيتها بآخر الشهر مش ببداية الشهر او منتصف الشهر. آآ ف الله يشمع المنفصلين خلينا نقول. آآ نشوف مسج من الحبيب للناس المنفصلين. مو شرط منفصلين يعني آآ ممكن يكونوا مطلقين ممكن يكونوا آآ متزوجين وعلى بعد ممكن يكونوا على العلاقة وبناتهم فتور. يعني منفصل مش يعني منفصل بالآآ. هون عم بيقول لك الحبيب انه انه استناني انه في امور بما معناه ازا بدنا نربطه بالقراءة بما معناه انه آآ تنتظره آآ في امور هو عم بساويها او هو عم بيشتغل عليها او هو مشغول ممكن يكون في العمل آآ في امور تانية في شغلات تانية شغل باله فهو بيقول لك انا رح اخلصها وقري لك بس انه الانتظار بيقول لك استناني. تحزير لشهر اكتوبر لبرج الحمل.